ومن غزة ينضم إلينا مراسل الغد حازم البنة إذن حازم يعني ما هي ردود الفعل لديك في غزة على نتائج اجتماعات الفصائل الفلسطينية بالأمس وأيضا ذلك في ضوء تلويح حماس بخوض الانتخابات بقائمة مستقلة حال تعذر تكوين اتلاف مشترك نعم في الحقيقة هناك يعني ردود فعل مختلفة وتنوعة بعضها يعني ينظر بإيجابية لمسألة ميثاق الشرف الذي وقع بين الفصائل على اعتبار بأنه يعني يحدد الضوابط والمعايير سواء الإجرائية أو القانونية أو الأمنية للالتزام بالعملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف لكن هناك تحفظات لدى البعض الآخر حول عدم تضمين ميثاق الشرف لبعض التوصيات التي رفعتها الفصائل بضرورة التعديلات على بعض قوانين الانتخابات التي لا علاقة بالترشح ونسب مشاركة الشباب والمرأة إضافة إلى الرسوم المطلوبة هذا الأمر يعني ينظر له البعض بمزيد من التخوف على اعتبار بأنه لن يعكس نسبة التسجيل العالي التي سجلت لدى الناخبين في التصويت يوم الاقتراع سيكون هناك عزوف على اعتبار منه هاي مطالب يعني تلبي شرائح المفترض أنها كانت لو تضمنت في الميثاق ستجعل إمكانية مشاركة جميع الفئات ممكنة وأيضا ميسرة وفقا للضوابط ولكن هذا الأمر لم يتم لذلك كان هناك رفض سواء من الفصائل أو حتى من الشارع الفلسطيني لعدم تضمين هذه المسائل وتعديلاتها في قوانين الانتخابات إضافة إلى جملة من الضبابية في مسألة ما دار عليه الاتفاق فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني أو حتى إصلاح منظمة التحرير هناك يعني شبه إجماع على بعض التوافق على بعض المبادئ العامة في هذا الشأن ولكن البيان الختامي لم يوضح هذه التفاصيل تطورق لمجمل النقاشات وما دار بين الفصائل في اليومين الماضيين لذلك البعض يرى بأن مجارة قد يكون إشارة لمسألة التحاصص أو اقتسام بين الفصائل وخيار التحالفات التي يمكن أن تجري مع مطلع الأسبوع المقبل يوم السبس سيكون عشرين من أشهر المارس البدء مرحلة الترشح وستظهر خارطة التحالفات السياسية سواء ما إذا كانت حماس ستدخل بقائمة وحدة وطنية إن نجح هذا الأمر ولكن هناك من يستبعد دخول حركة حماس مع قائمة اللجنة المركزية لحركة فتح هذا الأمر ترفض قواعد من حركة فتح وترفض قواعد من داخل حركة حماس أيضا ولكن التحديات لا تكمن في هذه المسألة تحديدا مسألة التحالفات ولكن هناك تحديات سواء على صعيد الضغوطات التي يمرس الاحتلال والعرقيل التي يضعها ويرفض بشكل واضح مسألة الانتخابات وهذا الأمر يظهر من خلال حملة الاعتقالات إضافة إلى مسألة الوضع الوبائي المتعلق بالكورونا هذا أيضا يمكن أن يدفع باتجاه سيناريا وهذه التأجيل المحتملة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يخوض اليوم داخل اللجنة المركزية حالة من الرفض من السياسات التي تمارس سواء بفصل ناصر القدوة أو فيما تعلق بالقوانين التي سنت مؤخرا في مسألة الانتخابات هذا الأمر يمكن أن يشتت الحالة الفتحة ويجعله يقتنع أكثر بمبدأ التأجيل الشارع الفلسطيني يراقب باهتمام ولكنه غير مستبشر كثيرا بانتخابات ديمقراطية نزيهة عزمة البنة مراسل الغد كنت معنا من غزة شكرا جزيلا لك